توجه اقتصادي تبصره عين الرؤية الاقتصادية 20-30 المتعلقة بتطوير السواحل والواجهات البحرية ليعلن مشروع مجمع الأفنيوز البحرين عن قرب افتتاح المرحلة الأولى منه بعد مراحل من الانشاء تعود بنا الذاكرة معها الى حفل وضع حجر الاساسي في العام 2014 حيث اكد حينها معالي نائب سمو رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة بان هذا المشروع يأتي مع طبيعة المشاريع الاقتصادية الحيوية التي تشهدها المنطقة مشروع بمكوناته من مكونات الأفنيو ومكونات ملاعب للأطفال سوف يكون متكامل للأسرة والعائلة البحرينية والأسر والعوائل الخليجية التي ستزور هذا المشروع وسيكون مقصد وواجهة سياحية للموقع في المنامة ففيه مكونات لكل أفراد الأسرة وكل أعمار الأسرة وهذا إضافة جديدة وخصوصا أن موقعها المتميز على البحر وما يجتملهم مكونات سوف يكون إن شاء الله بإذن الله موقع جذار نحو واجهة بحرية أكثر عصرية يطل عليها مشروع مجمع الأفنيوز البحرين وبطابع حديث يتناسب مع الحركة الاستثمارية إذ يحتوي المشروع على سلسلة من المطاعم والمقاهي ودور السينما ليشمل في ربوعه العائلات والسياح لا سيما توفير ما يقارب أربعة آلاف فرصة وظيفية عفنيوز البحرين شراكة كويتية بحرينية ما بين شركة المباني الكويتية وشركة الشاية بجموعة الشاية وشركة أدمة المشروع تقريبا بدأ بـ 35 مليون المرحلة الأولى وخلص تقريبا رح يوصل 60 مليون في زيادات في مساحات البناء السينما في اللانسكيبين الخارجي طبعا نحن أخذينا الموافقات حتى يكون هناك في مرحلة ثانية وفي فندق صغير المرحلة الأولى إن شاء الله رح يكون افتتاحها في 31 عشرة 2017 ورح نبدأ في الفندق والمرحلة الثانية في الربع الأولاني من الفين أو الربع الثاني من 2018 توقع بعدها بسنتين يخلص المشروع متكامل حاليا الأفنيوز البحرين يتضمن حوالي 130 محل بالإضافة إلى مناطق خاصة بالترفيه العائلي ودور سينما في تقريبا حوالي عشر دور سينما ويتميز الأفنيوز البحرين بموقع الاستراتيجي المطلع على البحرين باي نص الأفنيوز البحرين عبارة عن مطاعم وكثهات وكلها لها إطلالة على الخليج البحرين بالإضافة إلى المحلات التسوق الأخرى مجمع الأفنيوز البحرين يندرج تحت خانة تنفيذ المشاريع التنموية بالتعاون والتنسيق مع الجهات الخدمية التي تسعى من خلاله تحقيق العائد الاقتصادي الكبير وليكون بذلك متوائما مع النشاط التجاري الملحوط في المملكة وهو المراد الأسمى لتحقيقه إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر